احتل تنظيم داعش بلدة عحيد غربي مدينة درعا اليوم بعد معارك عنيفة مع فصائل الجيش الحر وذلك بعد اتفاق بين الطرفين بتأمين انسحاب لمقاتلي المعارضة وتسليم العتاد الثقيل لمسلحي داعش وفق ما أفاد به مراسل أخبار الآن وفي سياق مختلف توصلت عدد من بلدات شمال غرب درعا لاتفاق المصالح مع النظام بوساطة روسية والسماح للشرطة الروسية بالدخول إلى بلدات المصالحة دون قتال مع قوات النظام السوري